سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد متابعي هذا النشاط الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مبادر بإزجاء الشكر الجزيل لحركة التوحيد والإصلاح ليس لأنني عضو بها فقط ليس لأنها منظمة هذا النشاط بل لأنها من الجهات القليلة جدا في وطننا العزيز المغرب التي ما زالت وفية للقضية تتابعها وتدعمها وتعرف بها وتنظم لها مثل هذه الأنشطة وإن كان المطلوب منا كمسلمين مغاربة بل وكبشر أكثر مما تقوم به هذه الحركة المباركة إلا أنها بالمقارنة مع غيرها ما زالت ربما على الصعيد الشعبي الأكثر وفاءاً والأكثر التصاقاً بالقضية طلب مني الحديث عن التطبيع مستجداته ومخاطره ولا يخفى على أحد من المتابعين أن المستجد الأبرز والخطوة الخاسرة التي أقدمت عليها دولة الإمارات والتي لا يمكن نسبتها لشعب الإمارات ولا لسكان الجزيرة العربية فهم مثلنا مسلمون والقضية عندهم ربما كانت في وعيهم وحسهم بحكم القرب الجغرافي أقوى وأصلب عوداً في عقيدتهم ويقينهم ولكنها أنظمة الويل والثبور التي سلطت علينا والتي يتأكد يوماً بعد يوم أن بعضها يحب الشعب الإسرائيلي بين قوسين أكثر مما يحب الشعب الذي يحكمه ويتودد إلى دينه أكثر مما يتودد إلى الدين الذي وارته عن آبائه وأجداده ويرجو على أيدي الصهاينة من النفع والخلاص وتتبيت حكمه وثباته على كرسيه ما لا يرجوه من أبناء جلدته المقربين ولا حول ولا قوة إلا بالله حكام الأندلس يتكررون بالحرف وعلاقتهم اليوم بإسرائيل وأمريكا تشبه حرفياً علاقة ملوك الطوائف بألفونسو السادس ومن قبله ومن بعده قد يبادل البعض للقول وماذا جد ولماذا تسمي هذه الخطوة الخاسر البائرة مستجداً إن التطبيع كان موجوداً بين الدولتين ولكنه كان تحت الطاولة أو كما يسميه إخواننا في القنوات المشرقية تحت الطربيزة والذي جد فقط هو إعلانه والكفر أهون من النفاق لقد كانوا يمارسون النفاق اليوم يمارسون الكفر اليوم يصرحون بعلاقتهم بإسرائيل وموادتهم لها وعطفهم على وجودها واستمرارها وقوتها ويصرحون بأن ناطنياه أحب إليهم من أغلب حكام بني جلدتهم إن هذه النظرة عدمية وإن هذه النظرة قاصرة وإن هذه النظرة لا تقدروا العواقب فالتطبيع السري كان وما يزال ولكن التطبيع العلني لن يمنح التطبيع السري الشرعية فقط ولن يعززه ويقويه فقط وإنما سيفتح آفاقا لهذا التطبيع فيها خطر ماحق ليس على القضية الفلسطينية وحدها وإنما على البلد المطبع نفسه إن قوام التطبيع السري هو التنسيق الأمني والاستخباراتي فيما يتعلق بالتآمر على دول أخرى قد يكون التطبيع الإماراتي الإسرائيلي دائرا حول المكري بتركيا والكيد لإيران والتواطئ ضد قطر ومحاولة إشعال فتيل الفتنة حيث ما حلت المخابرات والأموال والأسلحة الإماراتية وهذا حاضر وواضح وصريح ومعروف ولكن التطبيع العلني سوف يمتد إلى مستويات أخطر من التطبيع السري على سوءه ونوئه فالتطبيع العلني كما تلاحظون دشنا اليوم بخطوط جوية مدنية ويمر عبر أجواء الدولة السعودية التي هي من أقوى دول المنطقة وإنها أكبر دولة عربية بعد أن قسم السودان فلم تعد مساحته هي الأكبر وإنها بلد النفط والحرمين الشريفين والتاريخ المجيد فاليوم التطبيع الإماراتي في خطوة أولى يجر معه إلى العلن التطبيع السعودي الذي هو أيضاً تطبيع سري إلى حد اليوم بحيث تمر الطائرات الإماراتية في اتجاه تل أبيب والطائرات الإسرائيلية في اتجاه أبيضبي فوق الأجواء السعودية وعلى امتداد الساعات الطويلة والآلاف من الكلومترات ثم إن القوم جادون قد هيئوا برنامجاً سريعاً مكثفاً لتفعيل هذا التطبيع ثقافياً وإعلامياً وسياسياً وأكاديمياً واقتصادياً وسياحياً وليت يدفائلي عندهم فيما يتعلق بمجلس التعاون الخليجي الذي زاد عمره الآن على 30 سنة والذي حاله ليس أفضل من حال اتحاد المغرب العربي حيث أجزاء كبيرة وقطاعات واسعة من مجالات التعاون شبه مشلولة أو معطلة أو معرقلة أو ضعيفة جداً بين الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي ولكن التطبيع مع إسرائيل لن يكون شكلياً تحت رعاية ترامب وتحت رعاية كوشنار وتحت رعاية نتانياهو بل سيزايد على التطبيع المصري وسيزايد على التطبيع الأردني وسيزايد على التطبيع الإيرتيري وسيزايد على تطبيعات دول أخرى نعرفها في العالم العربي والإسلامي منهم من هو مطبع مع إسرائيل منذ قيامها كتركيا وإيران وإن كانت إيران بعد التورى قطعت هذا التطبيع فإن تركيا إلى اليوم مع كونها تقلص منه وتجمده وتضع في وجه العراقين إلا أنها ما زالت رسمياً دولة دات علاقة ديبلوماسية مع الكيان الصهيون إذن المخاطر وأنا بلداً هشاً بدوياً لا يخدع عنكم العمارات وناطحات السحاب والأموال الطائلة والنفط ودبي للإعمار ودبي للموانئ لا تخدع عنكم بورصة أبو دبي هذه كلها أمور سطحية يسيرها الفرنسيون والإنجليز والأمريكيون البلد هش بلد بدوي بلد ما زال فيه قوم ميزاجيون وعاطفيون انقالبون 180 درجة وانظروا انظروا بمقارنة مع الشعب المصري الذي فرضت عليه دولة التطبيع منذ أكثر من 30 سنة لم يطلع اليوم في مصر مثقاف أو إعلامي يبالغ على مبالغة المصري ونفاقهم الشديد خصوة الإعلاميون منهم والنخب الفاسدة لم يطلع صوت واحد في مصر يتكلم بلغة هؤلاء البدو الذين طبعوا فقط منذ يومين فإذا بهم يتكلمون بهيام وغرام ويزايدون على كل الإعلام المصري المفلس المطبئ ولهذا الخوف على بيئة بدوية هشة مزاجية أن تنقلب عاطفي 180 درجة لقد رأينا بوادر ذلك في غزو إسرائيل الفاشل المنكسر بحمد الله على غزة سنة 2014 رأينا من دول الخليج من يطلع ليكتب تغريدة اللهم أنصر إسرائيل وهزم حماس وهو بلحيته ودشداشته وعقاله لا يستحي ويكتب ذلك وهو جالس في الرياض أو في أبيضب لا يفعل ذلك أبداً مصري لأن المزاج العام في مصر مختلف تماماً وأنا الآن أنتقل فوراً إلى الخاتمة لأقول إن المعول عليه هو الشعوب والنموذج الرائع هو الشعب المصري على كثرة النخب الفاسدة على كثرة النفاق الإعلامي على كثرة الإنبطاح أمام العسكر على سوء النظام ونوئه على تقل التطبيع منذ 1977 فإنه إلى اليوم في مصر ممانعة وفي مصر رفض شعبي صامت وفي مصر إفشان للتطبيع السياحي المزدوج بحيث لا يكادوا يذهبوا من مصر أحد إلى إسرائيل بين قوسين إلا قلة قليلة ولا يأتي مرحبا به في مصر من الإسرائيلين أحد إلا أقل القليل حتى الكنيسة في مصر التي كشرت عن نابها وأسفرت عن وجهها إذا بها منبطحة بين يدي السيسي عدوة للإسلام محردة على هدم المساجد بانية للكنائس العشوائية في الأراضي الزراعية إنها إلى اليوم لا تعلن ولا تجر أن تعلن ممالأة صريحة لإسرائيل انظروا إلى الأردن هذا البلد الصغير المجاور لفلسطين المحتلة المسمى إسرائيل انظروا إلى مقهى زرتها مطعم زرته في شمال أردن وجاء الأخ الذي كان يرافقني وقد أمسك بيده صاحب المطعم حتى أوصله عندي إلى المائدة وعرفني عليه قال لي هذا هو الرجل الذي أول ما وقعنا اتفاقية واد عربة سنة 1994 جاء وزير منبطح عميل وأدخل نائبا برلمانيا إسرائيليا يحاول أن يطبع نفسيا مع الشعب الأردني فجاء بي إلى هذا المطعم المشهور هو مطعم في منطقة سياحية كبيرة اسمها الجرش قال فأول ما رأى صاحب المطعم الوزير داخلا وفي يده البرلماني خلع حداءه ودربه ما معا ضربا شديدا حتى أسل الدم من وجوههما وفر لا يلويان على شيء الوزير الأردني والنائب البرلماني الإسرائيل مرة من المرات جاء سواح إسرائيليون إلى الأردن وساعيا إلى خداع المسلمين والتحبب إليهم ولعنهم الله لو أنهم مارسوا هذا التحبب مع الفلسطينيين الذين يكشرون في وجههم ويؤذونهم ويقهرونهم ويذلونهم يوميا وينغصون عليهم حياتهم صباحا مساء فجاء هؤلاء السواح وجدوا عرس والناس ترقص وفي حال في الفرح فاندسوا وسط العرس وبدأوا يرقصون أيضا بحركة بهلوانية تداهرا بالتحبوب وإنجاح للتطوير فإذا بأهل العرس أول من تبهوا أوقفوا الرقص وبدأوا بالضرب والرفس والركل والصفع والرمي بالحجارة وكل ما في ذلك العرس من أدوات وأتات وكراسي وصحون ضربوا على رأس هؤلاء المطبعين المنافقين الذين يقهرون الفلسطيني ثم يتوددون نفاقا إلى إخوانه نكاية تنفيه إذا الأمر في الجزيرة العربية مختلف البداوة على السداجة على السطحية على ضعف الوعي الثقافي على غياب الخلفية والبنية التحتية الثقافية والحضارية التي تمكن من المقاومة أنا أتوقع سوء الحق أن شريحة لا يستهان بها من النخب الخليجية سوف تبالغ في التطبيع إلى درجة المقت والإشمئزاز وهذا واضح ألم يقاتل العربان سنة 1916 و17 مع الإنجليز في بلاد الحجاز وفي أجزاء واسعة من الجزيرة العربية ضد الجيش التركي في الحرب العالمية الأولى ألم ينسف سكة حديد الحجاز أناشدكم الله أن تكتبوا على يوتيوب أو جوجل سكة حديد الحجاز وتقرأ عن هذه المعجزة التي أنشأ السلطان عبد الحميد الثاني في ثمان سنوات ليكون من فجرها ومن هاجمها هم الأعراب الذين قاتلوا الجيش العثماني وقتلوه في سنتين 1916 و1717 وتسببوا في هزيمة العثمانيين في الحرب العالمية الأولى وفي انسحابهم من منطقة العربية بأكمالها تحت وعود سادجة خرقاء صدقوها من لورانس واللورد ماكماهون والجواسيس الذين كان بعضهم نساء وعود معسولة بأن الشريف حسين سوف يمكن بعض القضاء على تركيا من أن يوحد العالم العربي ويكون خليفة عليه ويجعل مكة عاصمة له والقدس عاصمته التانية الله الذي لا إله إلا هو عندما انتهت الحرب وقلبوا عليه حتى أولاده فيصل وعبدالله وعلي وأرسلوهم ملوكا في العراق وفي الأردن واستفردوا به لما لم يسكت عن المطالبة الخرقاء بما وعدوا به سجنوه على غرمه وشيخوخته ونفوه إلى جزيرة قبرص في جزيرة قبرص وكان ابنه قد أصبح ملكا على الأردن احتاج مرة إلى المال وانقطعت عنه المأونة فذهب إلى المندوب البريطاني في قبرص وسأله أن يقرضه إلى أن يرسل إليه ولده ملك الأردن النفقة الإنجليز الذين كانوا يخاطبونه برسائل فيها عشرة سطور من التمجيد والتعظيم والتشريف والله بالله كتبوا رسائل لورد ماكماهون ولورانس داربي ووزارة خارجي البريطاني إلى الشريف حسين وانظروا إلى كيف كانوا يخاطبون بالشريف الأجل الأعظم الأشرف للدوحة النبوية العظيم المسلم الشريف عشرة سطور لكي يكتبوا له سطر واحد في أمر بخيانة الأتراك من هذا كله صار يريد أن يقترد مالا من مندوب بريطانيا في قبرص ينفق به على مرضه وجوعه وعريه فيقول له الحاكم البريطاني أعطني ضمانة أن ترد ليديني إذا أرسل ولدك إليك ملك الأردن النفق فلم يجد إلى خنجر أثري ليس له تمن فأعطاه إياه فاستلمه الإنجليزي ببرد الدم لم يرعن هذا الرجل حطم لهم الدولة العثمانية وأهدهم الشرق الأوسط على طبق من دهب وأعطاهم أكثر من عشرين دولة عربية هدية مجانية إتقاتل آلاف العربان في تلاتة الجيوش كان يقودها أولاده التلاتة فيصل وعلي وعبد الله فلم يرى مقابل ذلك أن يسلفه بضع جنيهات إلا أن يضع الخنجر الثمين الأثري الذي لا تمنى له ضمانة عنده إلى أن يرد له المال عندما يرسل له ابنه ملك الأردن هذا جزاء الخائنين المخدوعين الأغبياء البدو السدش السطحيين الذين لا خلفية له ولهذا أنا خوفي على الخليج أن تندلع فيه نار من التطبيع الإعلامي والتقافي والتعليمي والأكاديمي والسياسي أما الأمني والعسكري في دوارد واليوم لا يخفى على أحد أن إسرائيل والإمارات يد واحدة مع اليونان ضد تركيا في شرق المتوسط إذن لا يقول أن أحد ما زاد شيء وإنما ما كان تحت الطربيزة صار فوق الطربيزة بتعبير إخواني المشارقة ما كان تحت الطربيزة سوف يعضم ويقوى وما فوق الطربيزة سيكون أسوأ لأنه تطبيع يأخذ في طريقه الاستثمار والاقتصاد والتعليم والجامعة والسياحة والتقافة والفولكلور والترات لقد رأينا قبل إعلان هذه الخطوة وزيرة إسرائيل يتزور مسجد الشيخ زايد وتأخذ صورا وترسلها عبر النت مباشرة إلى العالم كله اليوم ما دا ننتظر أن يأتي أئمة حاخاميون يصلون ويأمون ويفتون في مساجد الإمارات والله كل شيء ممكن في هذا الزمن الأغبر الذي ما دلنا أن نعيش إلى أن نرى هذه الأحوال التي ليس لها معنى وليس لها فائدة أو نفع حتى بالمعنى الماكيافلي الانتهازي المصلحي الطيق الذي لا ينظر إلى أبعد من أصابع قدمه ولا يبدو ولا ينظر أبعد من أرنبة هذه واحدة الثانية التطبيع قبل الخطوة الإماراتية وبعد الخطوة الإماراتية لن يتغير لن يكون تطبيعاً في وجهات وما يصبح تطبيع في وجهة أخرى والتطبيع اليوم عندنا مدى زمني كافي بدأ في مصر سنة 77 بدأ مع الفلسطينيين سنة 93 مع الأردنيين سنة 94 مع الأطراك سنة 48 مع الإيرانيين سنة 48 سنة 79 مع كثير من الدول العربية تحت الطربيزة فما الذي نافع هؤلاء الحكام هذا التطبيع وما الذي رد عليهم هل تحلموا الإمارات أن تعينها إسرائيل في استرداد الجزر جزر أبو موسى وطنب الكبرى وطنب الصغرى أم تحلموا السعودية إذا طبعت أن إسرائيل سوف تنفعها في تجميل صورتها بعد واقعة المنشار ها هي الأردن قد طبعت سنة 94 إلى اليوم ما زالت أرضها منزوعة وما زال ماءها منهوبا وما زال أمنها مخترقا وما زالت معاناتها من المخابرات الإسرائيلية التي لم تستحي أن تطارد رجلاً كان تحت حماية الدولة الأردنية منتحكة حرمة هذه الدولة في حادثة خالد مشأل واكتبوا في اليوتيوب أقتل خالد أو بالإنجليزية كيل كالد وستوفى ترى في حلقتين برنامج ما خفي أعظم في الجزيرة يعطيك تفاصيل الاستهتار الإسرائيلي بالدول العربية وسيادتها وسمعتها وحتى صورتها الخارجية أو هناك أكثر من تطبيع الفلسطينيين أصحاب القضية منذ 13 سبتمبر 1993 عندما وقع المرحوم عرفات بالأحرف الأولى على اتفاقية غزة أريحة أولاً ومن سنة 1993 لسنة 2000 بعض العقلاء والحمد لله أننا كنا منهم بقينا نجوب العالم ونجوب الوطن ونحاضر أيها الناس لا تصدقوا هذا العرس المكدوب هذا عشر يام بالمشماش فإن إسرائيل لن تعطينا شيئاً ألم نعقب نحن في المغرب سنة 94 مؤتمر شمال إفريقيا والشق الأوسط للاستثمار وترأسه المغرب ونفسته عليه الإمارات والأردن ومصر ألم يعقد هذا المؤتمر في الدار البيضاء مؤتمر الدار البيضاء وقيل بعده أنه سينسكب الحليب والعسل بتعبير التوراة وإننا سوف نستمتع مع بعضنا البعض بالاستثمارات التي ستصبع العرب من كل بنوك اليهود والصهاينة ولقد حدتني رجوع إعمال مغرب توفي رحمه الله ولا حراجة في أن أذكر اسمه لأنه دائماً لا أحرج الأحياء اسمه عبدالزاق بن كيران حضر مؤتمر الدار البيضاء ولقيته بعد ذلك بأقل من شهر قال لي لقد جلسنا إلى إسرائيلين حتى وهم جاءوا لخداعنا يقولون لسنا مستعدين أن نستطمر الدرهماً واحداً في المغرب لأن شروط الاستقرار لم تتوفر فيه بعد وتذكروا سنة 94 لم يكن بعده قد تمت المصالحة مع المعارضة وعدل الدستور وجاء به المعارضة الاتحادية والاستقلالية إلى الحكم فيما يسمى حكومة التناوم لم يكن هذا قد حصل حصل بعد ذلك بسنتين إلى ثلاث سنوات حتى وهم يأتون ليأكلوا ويشربوا ويناموا ويتجولوا وقد جاء بيريز وتجول في المدينة القديمة وخرجت مرأة تقول عاش بيريز وتبين أن بعد النخب في المغرب إنما كانت تنتظر فقط الغطاء السياسي والقانوني والإعلامي لتعلن عن هواها هواه ومعادة كل ما هو إسلامي كل ما هو عربي في توجه المغرب أيًا كان المآل ولو كان إسرائيل ومازل هؤلاء اليوم على كونهم قلة شردمة يتوقحون وأنا أحيي من هنا من هذا المنبر أحمد ويحمان وعزيز الناوي لأن هذين الرجلين يتصديان بكل قوة قال رجلاني الموجودان في القرآن والله يوم هذا اليوم في قضية التطبيع من الذين يخافون نعم الله وعليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتم فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا اكتموا منهم فماذا ربحنا حتى وهم في العرس ينبغي أن يخدعوا أهل العروس يقولون اذمينهم في الجلسات وهم يشربون القهوة ويتبادلون لكارت فيزيت أستاذ مصطفى الحايا في إحدى المحاضرات جاء برقم لكارت فيزيت التي تبودلت في مؤتمر الضار البيضاء فولة 400 ألف كارت فيزيت موقيت عاقل إذا بهم يقولون كما حكى لي عبد الرزاق منك رحمه الله أنه قال لي بالفرنسية هو من فرنس قال لي بالفرنسية نصنبا بريك أين أنسوا ماروك باسكولة ستياسوني باسطابل لن أنساها بعد كل هذه المدة وما دار بحنا من كل مؤتمرات دعم السلطة الوطنية الفلسطينية أين مؤتمر مانحي السلطة الذي عقد بعد توقيع السلطة على اتفاقية أسلو وأين الذين وعدوا بالأموال الألمان والفرنسيين والروس والإنجليز والأمريكان أين هم لقد بدأوا بعد ذلك فورا بنشر أخبار مبالغ فيها حتى وأصلها صحيح عن فساد الحكومة الأولى من السلطة الوطنية الفلسطينيين وتركوا كل فساد الحكومات في العالم وتحدثوا عن وزراء في السلطة يسرقون بلا عقل ولم تكن تلك الحملة كما شرح لنا منير شفق إلا لتبرير انسحابهم من تمويل السلطة لحجتنا السلطة فاسدة وأنا كن دائما تسأل لماذا فجأة كل قنوات الإعلام العالمي توجي إلى موضوع واحد ووحيد وأوحد صباحا ومساء فساد وزراء السلطة في الحكومة الأولى الشهور الأولى كان ذلك لتبريري ذلك أمام شعوبهم وبرلماناتهم هو أننا لم نخذوا الفلسطينيين بعد أن جئنا بهم إلى مدبح التطبيع وأمرنا سكين أصلوا على أعناقهم لم نخذوا لهم وإنما هم فاسدون حتى بالغوا في الحديث عن وزير ضبط وقد شحن فاتورة هاتفه بآلاف الدولارات في الحديث مع الهواتف الساخنة كما يسمونها هواتف الدعارة وحتى إذا كان الخبر صحيح لماذا يبالغوا فيه ويشاع في كل وسائل الإعلام فقط لتبرير خدل السلطة الفلسطينية لأن منع درهم عن السلطة الفلسطينية هو تقوية لإسرائيل بذلك الدرهم ورأينا بعدها بسنتين صدمة رأينا شارون يدخل إلى جينين ورام الله وقلقيليا ويشلح الشرطة الفلسطينية ملابسها ويوقف الشرطة عراتا بالكلسون الأبيض قطني بحجة أن عندهم أحزي مناسف وأنهم مع المقاومة ثم يعود ليحاسب السلطة الوطنية الفلسطينية ويحجب عنها حتى ما يصل إليها من تمويل بحجة أن لم تقم بدورها المتفق في التستقل الأملي وهو منع المقاومة من عملية التفجير فجر مقرات الشرطة قتل الشرطة أهانهم بأن صورهم عراية سحب منهم أسلحتهم حجز عنهم ميزانيتهم ثم اتهمهم بأنهم لا يقومون بواجبهم في حماية أمن إسرائيل هذه الخطوة الإماراتية جاءت في وقت الضنك على الشعب الفلسطيني كبير والمعاناة تتضاعف الاعتقالات يومية في الدفة الغربية والاقتحامات للمسجد الأقصى أسبوعية والتنكيل بالمصلين في مسجد الخليل بمدينة حبرون وفي المسجد الأقصى بمدينة القدس يومي والحواجز في هذه القطع الأرضية الصغيرة الممزقة ممزقة بالمستوطنات والمحميات والطرق الالتفافية والطرق السيارة والأنفاق الحواجز تزيد على أربعمائة حاجز ويا ليتها كانت حواجز كلها ثابتة حتى يلتف عليها الفلسطين وألقى يعرفها ولكن الفلسطين يعيش في هلع ورعب لن يفهمه إلى علماء النفس وهو أن طفلته الصغيرة قد تبكي من الجوع فيخرج إلى أقرب صيدلية ليشتري لها حقا من حليب مجفة ليعود فيجد حاجزا متحركا قد حال بينه وبين الرجوع إلى بيته نسمون الحواجز طيارة الطفل يذهب إلى المدرسة وهو لا يعلم إن عاد أن يجد حاجزا متحركا في طريقه الفلاح يذهب إلى حقله لا يأمن أن يعود فيجد طريق مقطوع عليه التاجر يذهب إلى متجره والموظف يذهب إلى وظيفتي لا يأمن أن يجد حاجز طيار وقد أصبح في منتصف الطريق بين عمله وبيته حتى الشرطي الفلسطيني الذي يعمل في التنسيق الأمني قد يذهب إلى دائرة السرطة ويعمل في طيلة اليوم وإذا أراد العودة إلى بيتي قد يرجل حاجز طيار قد حال بينه وبين الرجوع حيث التفتيش والإهانة والسب وسب الإسلام الكلام الفضيع والعنف الجسدي أيضا وخلع التياب بحجة البحث عن السكاكين والبحث عن الأحزمة الناسفة والانتدار الطويل المهين لطوابير طويلة من الناس يريدون الذهاب إلى أعمالهم أو العودة إلى بيوتهم أو الذهاب إلى الصلاة وأين هي منظمة حقوق الإسلام التي لو منع بودي في القطب الشمال عن الوصول إلى كوخ بناه عشوائي لصلاة فيه للإله بودا لقامت قيامة المنظمة حقوقي عن حرية العبادة والحق في الوصول إلى ماك العبادة أمن يكون المسلمون يقتلون في صلوات الجمعة في نيوزيلندا أو يضربون تحت حر الشمس عند الحواجز التي تقطع طريقهم من بيوتهم إلى المسجد الأقصى أكثر من مئة مرة مرة رأيته في الجزيرة إنسانا يبكي في حالة انهيار لأنه بعد أن يوما كام يحتاج إلى المسجد ليصلي في التراويح وقد بدأ حركته في بيته من صلاة الدور لكي يصل إلى المغرب وعند آخر حاجز بعد أن أهين وسئل وعري وكشف جسمه في كل الحواجز لما وصل إلى الحاجز الأخير أعلمه الجندي المراهق حلق الرأس الأرعن مدمن المخدرات الوقح الصهيون المغسول الدماغ أنه لن يسمح له بالدخول إلى المسجد الأقصى هكذا مجانا بدون أي نتبرير تقولون لي إن هذا الواقع مرير ولكنه ليس له علاقة مباشرة بالتطبيع الإماراتي أقول لكم هذا واقع مرير ولكن كلما طبع الدولة عربية إلا وازداد هذا الواقع رغم أن أي حاكم أقدم على خطوة تطبيعية زاعم أنه يفعلها من أجل التخفيف من معاناة الشعر الفلسطيني كلنا ما زال يذكر صوتا وصورة ورنة ونغمة استادات غفر الله له وهو يتحدث في خطابه التاريخي بين قوسين سنة 1977 في القدس أمام الكنيسة الإسرائيلي وهو يقول نفعل هذا من أجل رفع المعاناة رفع المعاناة رفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني ومن ومن الرئيس المصري إلى الرئيس الإماراتي موروراً بكل هؤلاء الذين طبعوا تمسحوا بالشعب الفلسطيني واختبأوا وراءه مدعين أنهم إنما يخففون عنه والحاصل نرون أن السلطة الوطنية الفلسطينية لما هي طبعت مباشرة لم تجن إلا الإهانة والإدلال والقهر إسرائيل كل يوم تعتقل في الدفع الغربية وإسرائيل كل يوم تهين الشعب الفلسطيني في الدفع الغربية وإسرائيل كل يوم تتلذد بطريقة سادية بإهانة فلسطيني على المعابر التي يضطر الفلسطينيون إلى المرور بهالي العمل في إسرائيل إلا أنه ليس عندهم أدنى مورد للرزق إلا أن يعملوا أعمال شاقة وبأجور هزيلة وفي أوضاع خطيرة أمنيا وتقنية ولعلكم شاهدتم الطوابير التي استفوا فيها الواحد وراء الآخر ليلجى من فج ضيق جدا بسارية حديدية دوارة عليها أعمدة متبتة مثل التي نرى في السفارات وفي الأماكن الحساسة أمنيا جدا حتى يدخل واحد واحد ويفعل الإسرائيليون ما بدى لهم ما عنا لساديتهم وخبتهم وحقدهم على الفلسطينيين وحتى نعلم ارتباط الخطوة الإماراتية بمزيد من السوء فأنا أرصد لكم شيئين حصل هذا الأسبوع شيء قد يبدو رمزيا ولكن له دلالة صهيوني وقد جاء به في ندوة تلفزيونية على الهواء يناقش وهو يتكلم عربية فصيحة فصيحة عربيا يعارض خطوة التطبيع ويصرخ الإسرائيلي بكل صفاقة ورعون وعنجهية وهو يمدح الإمارات رادا على محاوره العربي الإمارات أعانت مصر غصبا عن دينك تعمد أن يستعمل عبارة غصبا عن دينك ويقصد بالإمارات أعانت مصر أن الإمارات أعانت الإنقلاب في مصر وغصبا عن دينك يقصد طبعا عن دين الإسلام حتى والرجل يتكلم لغة سياسية وخطاب علماني الأمر الثاني هو ما وقفت عليه الأخبار في الجزيرة مصور بالصورة والصوت لعمال فلسطينيين اعترض سبيلهم ومعائدون من القهر ويظهر على ملابسهم حالو من يشتغلوا في البناء أو في المناجم أو في المحاجر لكاريير قد كسرت وجوههم بالضرب حيث كانوا يضربونهم على وجوههم بالأحدية ضربوهم وشتموهم وشتموا دينهم وأخذوا أجورهم تلك الأجور الهزيل التي يحصلون عليها من إسرائيليين يستخدمونهم كالعبيد في السقرة قد تقولون لي وما علاقة التطبيع بذلك أعلاقته أن الإسرائيليين لا يجترئون علينا إلا كل ما مد لهم حبل من التطبيع وهذا يزيد الفلسطينيين شعورا بالشماتة الحسون بأن لسان حال الإسرائيليين إخوانكم خذلوكم ومدوا أيديهم ليصافحون من وراء ظهوركم مشوا على جراحكم وآلامكم وما تزعمون أنه حقوقكم ومطالبكم داسوا على قلوبكم ومشاعركم وعقيدتكم ومقدساتكم إنهم لم يعودوا يأبهون لكم ولم تعودوا ضمن المعادلة رئيسنا يقول لهم بالعلن السلام مقابل السلام وليس السلام مقابل الأرض يقول إننا لم نقبل وساطة إماراتية مزعومة ومكدوبة فيما يتعلق بتجميد ضم الضفة الغربية ويقول إنه لا يمكن للإمارات أن تحصل على طائرات F-35 في عز هذه الخطوة التطبيعي تريد المجاملات تبادل حلوة كؤ الشاي وصافحة عناق بوس نزوركم في برلمانكم المعين المزور الذي لا يمثل شعبكم تزورنا في الكنيسة لنعطيكم درسا في الديمقراطية تبادل هدايا رمزية عند البشر كلهم وعند الفلسطينيين بالخصوص مدينة فاس تاريخية عاصمة المغرب منذ 13 قرنا وأداه عمدة بلدية القدس الذي ينبغي أن لا يعترف به أصلا لأن القدس ليست داخل فيه مسمى التقسيم لا الأول ولا التالي لا القرن 181 ولا القرن 242 أداه خير ذن وكانوا يقول لو أنت قرد وعقلك عقل قرد وأنا لا أراك إلا قردا وكانوا يقول لو المثل المغربي يقول بيع القرد ودحك على الشرح لن ينسى أحد في التسعينات عندما جاء عمدة بلدية القدس وتبادل مع عمدة بلدية فاس الهدايا فكانت هدية فاس مفتاحها وكانت هدية القدس قردا إذن الإسرائيلي لسانه حريم تريدون هذه المجاملات مش مشكلة لكن تريدون شيء يتعلق بقوتكم بسلامتكم بأمنكم باستقراركم بتقدمكم بحقوقكم هذا شيء غير مقبول ألبت لكي لا أطيل عليكم أيها الأحباب كل هذه التحولات الدراماتيكية إنما تؤكد شيء واحد نقوله دائما أن المعول في الموقف من التطبيع وعلى الشعوب الأنظمة ما بين منبطح وعميل يسارع في رضاهم شوفوا القرآن الكريم ترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا ذائرة قل فعسى الله أن يأتي بالفحسة وعمر من عنده فيصبحوا على ما أثروا في أنفسهم نادمين هناك من يسارع فيهم وهناك من يخاف ويتوقع الضربات وهناك من يلتحق متأخرا متباطئا وهو أفضل من غيره على كل حال خوفا أن يعزل ليس فقط من الصهاينا والأمريكان وإنما من العرب أنفسهم نعم نحن نتمنى أن لا يمضي الحبل على الجرار وتنطلق الدول العربية إلى الخطوة الإماراتية يكفينا ما رأينا من دل وهوان وويل من التطبيع المصري ثم الفلسطيني ثم الأردن نحن نتمنى هذا ولا نريده معظ الله فالبالعكس نحن نتمن إضعاف التطبيع في مصر من قبل الشعب إضعاف التطبيع في الأردن من الشعب ومن الحكومة إضعاف التطبيع في تركيا من الشعب ومن الحكومة نتمن ما قالته السودان حتى ولو كان مجاملة أنها لن تكون الدولة القادمة كما زعموا نتمن صمت البحرين ونتمنى أن يكون هذا الصمت صمت الذي يخاف ويرفض وليس صمت الذي يقبل على خطوة وليفاجئنا بها بعد مدة وطبعا إذا كنا نتمن هذه الخطوات الجزئية كيف لا نتمن موقف بلدنا المغرب الحبيب الذي عبر عنه رئيس الحكومة بعبارات صريحة جازمة قوية اللا تطبيعة قبل أن يحصل الشعب الفلسطيني على حقوقه حتى ونحن نرى أن التطبيع خطر حتى لو قامت دولة فلسطين على حدود أربع عين وسبعة وستين وآحنا أصلا لا نؤمن بهذه الحدود فلسطين أخذت بالحيلة والغصب والخدع من الصهاينة من الإنجليز من الأمم المتحدة من مجلس الأمر ثم أخذت بالقهر في المعارك المتتالية واليوم تأخذ بهما معا بالقهر وبالخدع ولكن على الأقل في السقف المتاح الذي لا يستطيع أحد اليوم أن يرتفع فوقه وهو القرار 1242 هو حدود أربع يونيو سبعة وستين فإن المغرب يعبر عن موقف قوي صريح صارم جاء على لسان سيد رئيس الحكومة بشكل واضح ونحن نتمنه ونشكروه عليه ونرجو أن يكون متطابقا مع الواقع نحن مصرورنا بذلك ليس فقط لأن رئيس الحكومة قال هذا بل لأننا نعلم أن رئيس الحكومة لن يقول ذلك ملكون هذا موقف النظام نفسه وليس موقف الحكومة وحدها وهذا الذي يزيد من شعورنا بالامتنان أن هذا موقف الدولة المغربية وليس موقف الحكومة الحالية فقط وندعو الدولة المغربية إلى أن تعزز هذا الموقف العلني بأن تقطع التطبيع السري الذي يمتد تجاريا وإعلاميا وسياحيا وماليا والذي يؤذينا ويؤلمنا كأن نجد سلة عن إسرائيل في الأسواق كأن رأى صهاينا يأتون إلينا ويتجولون ويتبجحون يمسحون عوارضهم بشوارع البيضاء والرباط ومراكش وقادير وتطوان وطنجة ووجدة وفاس ومكناس يستقبلون في بعض مطاراتنا كالملوك بحماية خاصة وعناية خاصة ويأتي بعض المندسين من الصهاينة إلى بعض المحافل الثقافية والإعلامية والفولكلورية والثقافية نحن نتم الموقف بلدنا عاليا ونرجو أن يتطابق فيه السر مع العلان والمغرب ليس في حاجة إلى أن يكون له من الصهاينة شفاء لدى الأمريكا ليتبت حكمه فالحكم المغربي عريق أراسخ الجذور وعمر الدولة الحالية أربعة قرون وجذورها هو ضاربة في الصخر وفي أعماق التربة المغربية وإذا كان بعض العابرين في كلام عابر بتعبير محمود درويش يرجون تثبيت عروس مهزوزة في دول بالخليج وتثبيت وضعية انتقالية مبنية على وضعية احتيالية راجين في ذلك دعما من الصهاينة وعطفا من الأمريكان في المغرب بوارد بالمرة أن يكون في حاجة إلى هذا النوع من الممالأة أو من المقايضة الشعوب هي الشعوب وأنا أريد أن أختم وقد بدأ لي أدى الأخت تهيأ لتوقيفي أنا أريد أن أختم بالقول نحن المغاربة هذا تاريخنا وهذا سمتنا وهذه بوصلتنا وهؤلاء رجالنا في السياسة وفي الإعلام ولا يمكن اليوم أن نخذوا لهم سواء كانت القضية فلسطينية أو قضية وطنية أو قضية إسلامية أو قضية عربية أو قضية إنسانية أو قضية إفريقية وقفت لكم أيها الأحباب على وثيقة عجيبة في هذا الكتاب هذا الكتاب عنوانه ممتع الأسماع في الجزول والتباع وما لهما من الأتباع تأليف محمد المهدي الفاسي المتوفى في سنة 1109 هجرية هذا كتاب في التصوف في تراجم الصوفية ولكنه ذكر ضمن هؤلاء الصوفية سيدي محمد بن سيدي علي الحاج الأغصاوي جد الشرفاء البقالية وهذا استشهد سنة ألف وعشرين هجرية أي منذ حوالي أربعمائة سنة على يد حاكم ظالم اسمه محمد الشيخ المأمون الذي ولاه أبوه أحمد المنصور ده في ولاية العهد فلما رأى فساده عزله وسجنه وولى من بعده أخاه الذي كان أقل سوءا منه فلما مات أحمد المنصور خارجا من السجن وتقاتل مع أخيه على الملك فلما هزمه أخوه استنجز بالإسبان سنة ألف وسبعتاش هجرية فأمده ملك الإسبان بالمدد ليقاتل أخاه مقابل أن يعطيه مدينة العرائش شريطة أن يخليها من المسلمين وجمع العلماء وتحت طائلة السيف أفتوا له خوفا وفر علماء كتار وسكت علماء واختبأ علماء وهاجر علماء ولكن سيدعلي الأغصاوي لم يفر ولم يختبر ولم يفتله كما فعل بعض العلماء وكان وجه رفضه للفتوى أنه لا يجوز لمسلم أن يتنازل عن شبر من أرض الإسلام للنصارى الكفار ولا يجوز أن يعطيهم مدينة اسمها العرائش ليخلوا مساجدها كما قال بالحرف الرسالة عندي والوقت يطول إذا قرأتها رغم أنها في صفحتين فقط أقوله إذا أعطيتهم العرائش سوف يخلون المساجد ويحولونها إلى استبلات لخيولهم هل يجوز لك أن تسلم مدينة كان يرتفع الآذان في مساجدها خمسة مرات في اليوم لنسمع منها صهيل الخيول ونهيق الحمير وشجاح البغال وقال له إن قتلتني فأنا لا أبالي بك ولا أبالي أن ألقى الله سبحانه وتعالى وهو راض عني أنا اليوم وأنت غدا وعند ربكم تختصمون فكيف يا مخذول تسلم للنصارى دمرهم الله حصون المسلمين ومعاقل الدين والمساجد التي عبدوا فيها الله وتلي فيها كلام الله وانتصبت محاربهم لقبلة الإسلام إن استطعت أن تقبل روحي ففعل ما تريد ولا حول ولا قوة إلا بالله كيف يا مسكين أن انطمست بصيرتك عن منهاج الحق وتحملت سريرتك ما لا يطاوع من الخبط إلى غير ما قال وأنا قرأت عليكم أربعة أو خمس سطور من فتوى من صفحتين وفعلا لم يفر الشيخ وأخذه هذا الحاكم الفاسي وقتله وماذا كانت النتيجة؟ تشويقا لكم لن أقول لكم النتيجة يبحثوا في جوجل يبحثوا في اليوتيوب يبحثوا في الكتب عن نتيجة محمد الشيخ المأمون السعدي ابن أحمد المنصور الدهبي وكيف كانت حتيما السيئة لما سلم الإسبان النصارى مدينة العرائش فقاموهم بتسليمها للبرتغاليين حتى دون أن يستشيروا لأن الإسبان و البرتغال اختصموا على تغور المغرب وكان عن ذاك ضعيفا ممزقا اقتتلوا فيه أبناء أحمد المنصور السعدي فذهبوا الإسبان و البرتغال إلى البابا واختصموا عنده وأعطاهم فتوى لإسبان شواطئ البحر الأبيل المتوسط وللبرتغال شواطئ المحيط الأطلسي وتبادل البلدان التغور التي كانت مستعمرة من هنا وهنا هذه مدينة العرائش فكيف بمدينة القدس هذه مدينة سلمت لحاكم مقابل أن يحصل على جيش يقاتل به ويصل به الحكم كيف نسلم القدس مقابل لا شيء مقابل أن نستورد تمر فلسطين الذي صنع صناعة إسرائيلية ونستورد خدمات شركات التجسس الإلكترونية والهاتفية على بعضنا البعض أملنا في الشعوب وأملنا بعد الله تعالى في المسلمين الواعين أن يربوا أبناءهم حتى لا يطلع منهم ما يقول لك والله هؤلاء اليهود هذه بلادهما رجعوا إليها وأبناءنا اليوم يقولون هذا سمعت هذا أنا من طفل كيدرس فلميسيون وحدثني بذلك أمام والديه حتى صفر أبوه وارتعدت شفتاه وقلنا لهم من أين ذلك هذا قال قال أنا الأستاذ في القسم هذا يدرس فلميسيون في المغرب أن اليهود مساكين مضلومين عندهم قطعة أرض صغيرة اسمها فلسطين كانوا يملكونها منذ آلاف سن وعادوا إليها والعرب عندهم أرض يالبلاد العربية بمساحة القمر ولكنهم يريدون أن يعتدوا على الفلسطينية اليهود المساكن ويخذوا من المهدي الأرض هم لا يعلمون أن التطبيع سرطان وأن التطبيع إبادة حضارية وأن التطبيع أقله وأبلاده وأكثر وسطحية أن تحرد مصر على تركيا وأن تحرد تركيا على إيران وأن تحرد دول الخليج على قطر وأن يحرد الجزائر على المغرب وأن تحرد موريطانيا على الجزائر كذلك أعطاء السلاح لهؤلاء وهؤلاء وهؤلاء لن يهدأ بال الصهاين إلا أن تصبح كل الدول العربية أصغر مساحة من فلسطين وأضعف مليون مرة من الدولة الصهيونية المعتدية اللهم هل بلغتوا فاشهد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر المترجم الحقير ترجمة نانسي قنقر نزل آه ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر واقي